حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عثمان بن غياث قال سمعت أبا السليل قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى يكثر عليه فيصعد على ظهر بيت فيحدث الناس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آية في القرآن أعظم قال فقال رجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فوضع يده بين كتيفي قال فوجدت بردها بين ثدييا أو قال فوضع يده بين ثدييا فوجدت بردها بين كتيفي قال يهنك يا أبا المنذر العلم العلم